اشتركوا في القناة ستتشكل بعض الخلايا المنعزلة على السواحل الشرقية وصولا بالمدن الداخلية القربنة السواحل ستؤدي إلى تساقط بعض القطلات ولكن ستبقى أكثر حدة بداية من أواخر ليلة اليوم إن شاء الله على باقي الولايات الشمالية تقريبا أجواء فيها ستبقى مغشا جزئيا ولكن بدون فعالية إلى أن تكون الأجواء الصافية على العموم على وسط والجهة الجنوبية الشرقية للوطن يعني وسط الصحر وصولا بالجهة الجنوبية الشرقية كذلك أقصى الجنوب درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة ستعرف تراجع ولكن درجات أو أقول لسبة الرطوبة كذلك ستعرف تراجع لتفوق 70 بي المئة على المدن الساحلية للوطن درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين العشرين حتى الواحدة عشرين درجات سعب طاشق أعلى مقياس بالمرتفعات 24 بي بشار ما بين 26 حتى 27 درجة بتندف كذلك وسط الصحر أما أعلى مقياس سنسجله بأقصى الجنوب بعنقزا من قدر بـ 28 درجة وما بين 22 حتى 23 درجة بالجهة الجنوبية الشرقية للوطن بالنسبة لنهار الغد إن شاء الله غدا بحول الله خلال الصباحة الإضطراب الجوي سيتواصل دائما على الجهة الشمالية الشرقية للوطن من المحتمل أن يمتد ويلتحق بالمدن الشمالية الساحلية الوسطى الشرقية للوطن خاصة من شرق تزوزو وصولا بأقصى السواحل الشرقية للوطن كذلك المدن الداخلية القرمناء السواحل بالنسبة لباقي الولايات الشمالية الساحلية منها وصولا بالمرتفعات الوسطى والغربية أقول تقريبا الأجواء فيها خلال الصباح استبقى ملبدة إلى أن تتحسن أجواء تدريجيا يعني الغيوم فيها ستزول وتصبح الأجواء من مغشاة جزئيا إلى صافية على العموم ولكن الجهة الجنوبية خلال نهر الغد إن شاء الله ستشهده ببرياح نوعا ما استبقى قوية نسبيا يعني سرعتها ستتراوح ما بين 50 ستصل أحيانا إلى 70 كم في ساعة بشمال الصحراء وصولا بي وسط الصحراء تعمل على تشكل زوابع رملية ولكن أجواء استبقى تقريبا صافية على العموم درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة خلال نهر الغد تقريبا ستبقى نفس درجات الحرارة سنسجلها طيلة هذا الأسبوع يعني استعرف انخفاض ولكن هذا الانخفاض سيبقى طفيف نوعا ما تتراوح ما بين 29 حتى 30 بالمدن الساحلية أحيانا ستصل إلى 33 مع الظاهرة إن شاء الله كذلك المدن الداخلية القرم من السواحل أما على المرتفعات ستصل كأعلم قياس نسجله بالمرتفعات يقدر بوحدة 30 درجة سواء الغربية وصولا بالشرقية 37 الدرجة إلى 40 بشمال الصحراء 42 على 24 كأعلم قياس دائما ما بين الدرار العين صالح أما على منطقة الهوغر وتسل وصولا بأقصر جنوب نوعا ما درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 38 حتى 41 درجة بالنسبة لحالة البحر إن شاء الله البحر سيبقى تقريبا هادئ على طول الشريطة الساحل سرعة الرياح خلال الصباح سيبقى نوعا ما قليل الاثراب على السواحل الشرقية إلى أن يكون هادئ تماما بداية من الظاهرة إن شاء الله سرعة الرياح فيه لا تفوق العشرين كيلومتر في أساعة أما اتجاه الرياح سيبقى نوعا ما من غربي إلى شمال غربي على السواحل الغربية للوطن وسيبقى شمال غربي على السواحل المستوصولا بالشرقية بالنسبة لوقت شروق الشمس بالجزاء العاصمة وضواحيها إن شاء الله لنهار الغد سيكون على الساعة سابسة وخمسة وثلاثون دقيقة أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء